افتتح المنتدى الدولي لحقوق الطبع والنشر يوم الخميس والذي سيدم لمدة يومين في مدينة جندجان بمقاطعة دزيانسي الصينية وذلك بتنظيم من الهيئة الصينية لحقوق الطبع والنشر والمنظمة العالمية للملكية الفكرية في جناف ويشارك في المنتدى هذا العام أكثر من مئتي مشارك على أرض الواقع وعبر الإنترنت بما في ذلك سلطات حقوق الطبع والنشر من الصين ومن حول العالم كما شملت مناقشات اليوم الأول للمنتدى الصناعات الإبداعية وحماية الفولكلور وقد أعلن المنتدى عن إطلاق مشروع توضيحي نموذجي والدفعة الأولى من المدن التجريبية لحماية حقوق التأليف والنشر الفولكلورية